أهلا بكم الأوضاع الإنسانية الصعبة هي محور جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة حول اليمن فيما ببعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يرفع تقريره حول تطورات الأوضاع المشتدة في جبهات مختلفة في تعز ومارب ونهم الجوف وميدي وغيرها أما القصف الجوي فلا يزال مستمرا على مواقع ومدن مختلفة نتابع لا جديد بشأن المشهد السياسي في اليمن سوى مزيدا من الاقتتال والمواجهات بين الأطراف المتحاربة في الجبهات المفتوحة وفي إطار جبهات جديدة تم فتحها على مشارف العاصمة صنعان في كل من منطقة نهم ونقيل الغيل وبعض المناطق المجاورة حيث تستمر المواجهات هناك على اعتبار أنها ستكون امتدادا لمعركة في صنعان والتي يجري التلويح والتهديد عنها من قبل أحد أطراف الحرب وعلى الرغم من التركيز الواضح على هذا الاتجاه إلا أن الجبهات الأخرى لم تهدأ ولم تتوقف ففي تعز استمرت المواجهات خلال اليومين الماضيين واستمر سقوط ضحايا مدنيين وضحايا آخرين من صفوف الأطراف المتحاربة كان ذلك في كل من المصراح وذباب وفي إطار جبهات الأطراف التي ما تزال المعارك تفرض نفسها دون توقف أو تراجع طيران التحالف العربي يبدو هو الآخر حاضرا وبكتافة هذه الأيام سواء من خلال تحليقه المستمر أو من خلال شن غاراته على المواقع والمؤسسات والأماكن التي يشتبه بها وبوجود أسلحة أو صواريخ فيها ففي العاصمة صنعاء عود الطيران قصفه على كل من قاعدة الديلم الجوية وعطان ومواقع عسكرية أخرى في حين كان له العديد من الغارات التي استهدفت مواقع أخرى في منطقتين نهم ونقيل الغيل وحيث تجري المعارك على قدم وساق وفي تعز كان للطيران العديد من الغارات وفي إطار الجبهات التي ما تزال مشتعلة وفي الجوف ومأرب وحجه وصعده وعلى حدود المملكة العربية السعودية كان الطيران حاضرا باستمرار وفي إطار بعض التطورات الجديدة يشار إلى أنه تم اتخاذ قرار نقل الهيئة العامة للطيران والإرصاد إلى عدن ويأتي القرار في إطار التجاذبات بين الأطراف المتحاربة على سلطة القرار أما الشأن السياسي فلا جديد فيه سوى زيارة الرئيس عبد الرب منصر هادي لمحافظة سقطرة ومن ثم توجهه إلى الرياض في زيارة مفاجئة يتوقع البعض أن تكون في إطار المشاورات والمفاوضات على جولة سياسية جديدة تأخرت وتراجع موعدها عن الموعد المحدد نتيجة التأزم المستمر في المواقف وعدم قبول الأطراف بتقديم تنازلات حقيقية وجادة من أجل إيقاف نزيف الدم أما الملف اليمني وفي إطار التحركات الخارجية فيبدو هو الآخر متطورا فمن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم جلسة خاصة بشأن التطورات في اليمن وسيقدم المبعوث الأممي تقريرا خاصا بذلك ومن جانب آخر تحدث وزير الخارجية السعودي بشأن موقف المملكة العربية السعودية من التطورات في اليمن وقال بأن تحركاتها مستمرة في إطار المحافظة على الشرعية إلى جانب ذلك تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وأكد دعم واشنطن للمملكة العربية السعودية في إطار مباحثاته الجديدة مع وزير الخارجية السعودي بشأن الملف اليمني والملف السوري ومع كل ما يحدث ما يزال اليمنيون متفائلون بالتوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توقف نهائي للحرب ويرسم طريقا آخر غير طريق العنف على وهو طريق السلام والسلام المنتظر ضمن التدهور الأمني الذي تشهده محافظة عدن وسلسلة الاغتيالات قتل تسعة أشخاص في أقل من ثمانية وأربعين ساعة في المقابل الأجهزة الأمنية داهمت أوكارا قالت إنها تتبع عناصر تخريبية وضبطت العديد من المتفجرات والعبوات الناسفة وكذا الأسلحة على اختلافها نتابع هكذا تبدو عدن في جوارها بيئة اجتماعية طاردة لشروط استمرار العنف مفتوحة لروافد السلام من غير شروط وتبدو فيما أسقط عليها من مظاهر دموية داخلة وفاجأة كهذا السؤال كيف لقي تسعة من الأبرياء مصرعهم في جرائم اغتيالات خلال أقل من ثمانين وأربعين ساعة هذا أمر طبيعي والآن الجهات الأمنية تقوم بضبط الأمن خطوة خطوة فإن شاء الله تكون عدن في الغريب العاجل مؤمنة ويسود فيها الأمن والأمان والسلام السلطات الأمنية تسعى بكل ما بوسعها لإحراز رد عملي كبير لمن يعتقد أنه قادر على جعل عدن مدينة أصعب ما فيها أن يعيش المواطن بأمان وأسهل ما فيها أن يلقى مصرعه القوى الأمنية خذار الأيام الماضية والساعة من مداهماتها لأوكار تتبع من تصفهم بالجماعات التخريبية عوضا عن ضبطها للعديد من المتفجرات ومطلوبين أمنيا عدن منذ الأزل هي مدينة السلم والسلام مدينة التعايش مدينة الحريات عدن هي السلم ولن يستبدل الحرب عدن عبق الياسمين عبق الفل ولن يستبدل عبق الياسمين برائحة البارول تلقى الأعمال التخريبية المخلة في الأمن منها ذات الطابع الإرهابي موقفا شعبيا رافضا على نحو مطلق لكن ورغم وجود قوات دولية وقوى عسكرية محلية ما إن يمر يوم في عدن بسلام حتى يأتي آخر فاجع وحزين لا عز وجل الأعمال والعمليات من أجل تثبيت أمن عدن على قادم الوساط لتشرق بالمستقبل والآمن السعيد لهذه المنطقة منطقة عدن لم تكن الأناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون بتأثيرها الراهل في عدن قبل أن تفتح التوازنات مداخل ومخارج من يعتقدون أنهم غير قابلين لإمساك بهم يطالب اليمنيون بإغاثتهم من الفقر والمجاعة لتجاوز الحاجة في ظل الحرب وما وصلت إليه حالة الكثير من الأسر بحاجتها لمتطلبات الحياة الأولية من الزاد والشرب يواجه اليمنيون صعوبات بالغة في الحياة اليوم وباتت متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية محل تطور وتفاقم في ظل استمرار الحرب المنظمات الإنسانية الدولية والعالمية تتحدث عن ارتفاع عدد الفقراء في اليمن وتقول أن عددهم يصل إلى عشرين مليون يمني لهذا ستكون المتطلبات معروفة وبشكل واضح الاحتياجات كثيرة من ناحية الكهرباء الماء الغاز الديزل المواد الغذائية كاملة من أنواعها مواد الغذائية ومياه وكهرباء وبنزين ومشتقات نفطية وعلاج كلها متطلبات اليوم ويحتاجها الشعب والاحتياجات لا تحصى ولا تعد هي المتطلبات الأساسية المتطلبة البنزين مثل البنزين المحروقات ومثل المواد الغذائية على أساس يعيش الشعب بأمن ورخاء إلى جانب ذلك هناك من يتطرق إلى متطلبات أخرى وتتمثل بأمن وأمان واستقرار على مستوى كافة القطاعات من تعليم وما إلى ذلك من المتطلبات التي افتقدها المواطن اليمني بفعل الحرب طلبات الأساسية التي أي إنسان يحتاجها من ما من كهرباء من معيشة من أمن أمان من يعني زي ما تقول يمشي في الشارعه آمن على نفسه وعلى أهله يحتاج عياله يكونوا جالسين في المدرسة يدرسوهم مرتاحين ما يكونش خايف قلق عليهم وفي عمله قلقان على أبنائه يعني أشياء بسيطة طلبات الشعب أشياء بسيطة بس ما مش متفر منها أي حاجة يبقى اليمنيون بحاجة مستمرة لكافة المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها الغذاء والكهرباء والماء وهم بحاجة إلى اهتمام وتفاعل من قبل الجميع محليا ودوليا في إطار ما أسمته مراعاة لظروف طلاب جامعة صنعاء تقرر تخفيض رسوم النظام الموازي للتعليم بنسبة 30% حثيت القرار وكيف تقبله الطلاب في التقرير التالي مراعاة لظروف الطلاب وأسرهم وجهت اللجنة الثورية العليا الأسبوع الماضي بتخفيض رسوم النظام الموازي لطلاب في جامعة صنعاء بنسبة 30% التوجيه الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد قالت عنه الجامعة أنه قد يؤدي إلى توقف الدراسة وإغلاق الجامعة كونه سيحرمها من جزء كبير من العائد الذي يشكل المصدر الوحيد لتسيير أعمالها في العام الدراسي الجاري هذه المبالغ هي تعود على الناس كلها يعني إذا كان عندي مثلا 10 ألف طالب نفقة خاصة موازي أنا عندي 70 ألف طالب نظام عام فبالتالي الموارد التي تحصل منهم هي تنعكس وتعود عليهم جامعة صنعاء كل عملنا يقوم على أساس هذه الموارد هذا العام وزارة المالية لم تعطينا أي ريال أو لم تعتمد أي شيء بالنسبة للموازنة التشغيلية وهم حقين لأن المور صعبة جدا كثير من طلاب النظام الموازي في مختلف كليات الجامعة لم يسددوا بعد الرسوم رغم أن الترم الأول يشارف على الانتهاء فبعضهم يرى فيها عبا ثقيلا فيما الآخر يؤكد بأنها غير قانونية رغم التزامهم بدفع الرسوم أثناء التسجيل الرسوم الموازي بداية هي مخالفة الدستور ثاني شيء عب على الطالب أكيد لأنه رسوم تقريبا ما يقارب 50 ألف للطالب غير نعب باقي حاجة اسمها نفقة خاصة فعب كبير على الطالب جدا بصراحة بالنسبة لي أنا شوفها أنها عب كبير وعلى غيري أيضا في بعضهم يعني من الطلبة لحد الآن يعني ما دفعوش في بعضهم أجلوا الدراسة فعلوا توقيف قيد لمدة سنة سنة حتى أنهم يستطيعوا يستطيعوا الدفع الرسوم أكيد هي عب رسوم الموازي على الطالب في جميع الكليات في كليتنا منخفضة شيئا ما لكن عب خاصة مع الوضاع أنا على نفسي لحد الآن ما دفعتهاش وكمن في زملاء كثير ما دفعوهاش لأنه بالذات قسم الموازي أكثر الطلاب كانوا معتمدين أنهم مثلا موظفين الآن مع الظروف هذه خلاص خرقوهم من وظائفهم مش قادر أنهم يدفعوه ومع تأكيد الجامعة على أنها مجبرة على تحميل طلاب الموازي مبالغة تعتقد أنها تشكل عبان على كواهل أسرهم لا سيما في ظل الظروف الحائلية إلا أنها مع أن تكون الرسوم مرمزية هذا التخفيض أو القرار الذي تم اتخاذه بتخفيض 30% وعدنا من خلال التعليم العالي بأنه سيتم تعويضنا بطريقة أو بخرى من خلال من الوزارة المالية نحن الآن منتظرين وطبعا أن الوزارة التعليم العالي والمالية عاكفين على أعتقد على أن يضعوا آلية لكيفية تطبيق هذا القرار وفي حين يرى بعض الطلاب أن تتكفل السلطات بتدبير نفقات الموازنة التشغيلية للجامعة تؤكد قيادة الجامعة أنها مع تطبيق التوجيه بتخفيض الرسوم في حال أوفت السلطات بتوفير مصدر التمويل البديل نحن لسنا عاشقين لهذا النظام ولا محبين له نحن مستعدين ندرس الناس مجانا كما كان في السابق قبل عشر سنوات تقريبا لكن شرط أن المالية والدولة تفي بالتزاماتها تجاه النفق التشغيلية للجامعة كما قلت لك المبالغ هذه هي بسيطة جدا ما بين ما تراه السلطات في صنعاء التماسا لظروف الطلاب لا يخلو من المغز السياسي وبينما لا تسمح به الجامعة في سياق سقفها المالية يبقى الطلاب لحلقة الأضعف ومن سيجبرون في نهاية المطاف على دفع الرسوم كاملة فلا مجال لعفو في القاموس المالي للجهات الحكومية رغم ما شهدته أسواق الذهب من ركود خلال الفترة الأخيرة إلا أنها شهدت مؤخرا حالة بيع من قبل المواطنين لمجوهراتهم وذلك من أجل تغطية حاجتهم الأساسية في الحياة تشهد القوى الشرائية تراجع كبير تراجع أدى إلى ركود في أسواق الذهب والمجوهرات نتيجة الركود التجاري في البلاد بشكل عام بسبب الأوضاع التي تمر بها صحيح إقبال الناس على شراء المجوهرات الصفراء ضعيف جدا لكن يبدو العكس من ذلك تماما فقال بيّة الناس الآن تبيع مغتنياتها من المجوهرات كما يقول أصحاب المحلات والله ركود نشوفها ركود الأيام أظام الزبعين كلهم يبيعوا ما فيش قوى شرائية ما فيش الناس محتاقة والناس نعبانة حركة البيع وشراء في أسواق الذهب هذه الأيام أو هذا العام أسوأ أيام تجارة الذهب نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والكل يشعر بهذا الشيء أغلب الناس الآن بتبيع تبيع نتيجة الوزن تبيع البيع أكثر نادر اللي يشتروا نادر ضرورة مثلا عندهم زواقل عندهم هذا بس ولا هم كلهم بيبيعوا ركود ببائع علينا الجزامة للناس أيضا ما نقدرش نوفي بها أيضا موديلات تنتهي كثير يعني فيها سواق كثيرة جدا بتسبب لنا خسائر ركيد الأوضاع المعيشية الصعبة دفعت الآن غالبية المواطنين على بيع مغتنياتهم واجعت من شراء الذهب أمرا صعبا إذ بات الكثير يواجه صعوبات بالقة في توفير أولوياتهم من السراع الضرورية الناس الآن بيدوروا لقمة العايش يعني بعض النس يعني المعيشة الآن الناس بيدوروا ما يأكلهم ما بيدوروا ما بيمروا electrocard على هذا فالسبب هو الآن الظروف التي بيمر بها البلاد يعني بيمر بها فيتشوف الناس بيدوروا لقمة العايش الماء الشرب الحليب الدا مش هم في داوية لهذا وأظلا حتى أصحاب رأس الأموال والذي معهم تجارة الآن حتى موقفين لا أو أنهم تشوفون قد بطلوا أنه يشتغلوا في تجارة يشتغلوا يدوروا لقمة العيش الناس نازحين لا يشتغلوا لا يشتغلوا كلهم في القرى كلهم يلاقوا بعد الحطب والما فيه والصعد لا يشتغلوا غاز عدم يشتغلوا ذهب اللي معه ذهب يلا يبيعوا ويشتغلوا ايش اسمه يشتغلوا اكل لقمة عيش بوركيس بوركيس دقيقة دبل غاز مدري بكم يلا يروحوا بعد لقمة العيش من عين يشتغلوا ذهب هذا الأيام الركود الذي تشهده أسواق الذهب كبت التجار وأصحاب المحلات خسائر فابحة وبنفس الوقت يتحسر الكثيرون من عدم وجود السيورة المالية التي تمكنهم من شراء المعدن الأصفر كون الأسعار خلال هذه الأزمة شهدت انخفاض في أكثر من مرة